لم تحمل جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة أي جديد يذكر سوى تكرار المطالبات الأممية والدولية للحوثيين بالسير قدما في إجراءة السلام وعدم التصعيد في البحر الأحمر والكف عن اعتقال المزيد من العاملين الإنسانيين وضرورة إطلاق سراح المعتقلين المبعوث الوامي هانس جراندبرغ دعا الحوثيين للإفراج فورا عن موظفي الأمم المتحدة المعتقلين بصنعاء مؤكدا أن التصعيد العسكري للحوثيين في البحر الأحمر يعرض اليمن لحرب شاملة مشيرا إلى سعيه التوصل لحل سلمي للأزمة اليمنية ونزعفة للتصعيد عسكريا واقتصادية في الأسبوع الأخيرة تواصلت مع زملائي وخطت مشاورات معمقة مع أبرز الأطراف في عدن تعز الضالع مسقة الرياض القاهرة ولندن هذا التواصل كان بناء في مختلف المجالات بما في ذلك في الشؤون الاقتصادية حيث نسعى إلى الاستفادة من تفاهم الثالث وعشرين من يوليو كنقطة انطلاق لبعاد الاقتصاد عن السياسة وتعزيز التعاون وقد أجلنا كذلك محادثات بناءة بالنسبة إلى الإفراج عن المحتجزين في سياق النزاع وهذا موضوع يحظى مننا بالأولوية وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية رفضت ادعاءات الحوثيين واتهاماتهم ضد التواقم الإنسانية مؤكدة أن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بشكل كبير وأن 62% من سكان اليمن يعانون عداما للأمن الغذائي نرفض بشكل قاطع الادعاءات التي توجهها سلطات الأمر الواقع الحوثية ضد التواقم الإنسانية لا سيما اتهامهم بالتدخل في نظام التعليم اليمني هذه الاتهامات تهدد سلامة الموظفين وتعيق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على خدمة شعب اليمن وهي ممارسات يجب أن تتوقف فورا الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بشكل مستمر 62% من الأسر التي شملها المسح الأخير أفادت أنها لا تملك ما يكفي من المواد الغذائية وهذه أرقام غير مسبوقة ممثلة المجتمع المدني لند الأباهي دعيت الحوثيين إلى إطلاق صراح النساء المعتقلات في سجونهم مطالبة المجتمع الدولي للتدخل العاجل قد وثق خبراء الأمم المتحدة في اليمن بشكل مستمر حالات احتجاز تعسفي وتعذيب جسدي ونفسي واغتصاب وحالات انتزاع الاعترافات بالإكره من قبل النساء والفتيات وخاصة في سجون الحوثيين حيث تشمل تلك الاعتقالات فتيات لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما أعضاء المجلس طالب الحوثيين بسرعة الإفراج عن الموظفين الأمميين والعملين الإنسانيين والكفة عن سلوك التصعيد العسكري داخليا وخارجيا وهي مطالب تكررت في جلسات سابقة فأي جديد إذن حملته هذه الجلسة؟ وإن لم يكن هناك من جديد فما الفائدة المرجوة من انعقادها؟ اشتركوا في القناة